كل المصريين الآن بيتابعوا مباراة منتخب مصر اللي متقدم بهدف نظيف أمام السودان في الشوت الأول وطبعاً كلنا يعني حتى هذه اللحظة بنتمنى كمان أن منتخب مصري يعني يحصد كمان جول والناس كلها بالتابع لسه اللاعب محمد عبد المنعم في الدقيقة هو اللي أحرز الهدف في الدقيقة 35 والمباراة زي ما حضرتكم عارفين ضمن ختام منافسات المجموعة الرابع في الدور الأول من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 اللي بيقام في الكاميرون في حال فوز المنتخب أمام السودان سيسعد رسمياً كتاني للمجموعة إلى الدور الستاشر وفي رصيده ست نقاط ولمعرفة ملامح كتير عن أداء المنتخب تعالوا كده سريعاً نحاول يعني زي ما أنتم شايفين دي بعض اللقطات أعتقد دي كانت من الاستعدادات وده من المران اللي كان موجود كانوا بيتمرنوا أنا عارفة يمكن وأنا جاية على الستوديو وإحنا بنبدأ التنسعة كل الناس الحقيقة عندها حماس وكلنا أكيد يعني نفسنا أن المنتخب يحقق فوز في هذه المباراة وإن شاء الله يعني يكون الشوت التاني يكون فيه كمان يعني لعبة أفضل وتحقيق أفضل يعني نتمنيها أكيد يعني زي ما أنتم شايفين دي الاستعدادات اللي كانت قبل المباراة في الكاميرون وكان فيه استعدادات كثيرة وفيه أمنيات وفيه يعني أحلام أن احنا نحقق شوية زي ما أنتم عارفين الشعب المصري كله عاشق للكرة الكرة هي مع شوقة الجماهير زي ما بيقولوا والناس كلها يعني كانت يعني عندها كده قلق وزعل من المباراة اللي قبل كده وكان نفسه من المنتخب مصر يكون فيه تمثيل أفضل ويكون فيه يعني لعبة يعني أحلى وأحسن لكن خلينا فيه مباراة اليوم خلينا يعني عندنا أمل أن احنا إن شاء الله في الشوت التاني يمكن كمان نتقدم بهدف ولا أكتر يعني خلينا كده عندنا تفاؤل عموما إحنا في التساعة معيكم على الهوى وإن شاء الله نحاول يعني نقول لكم كل الأخبار خلينا الآن يعني ننتقل إلى الناقد الرياضي أحمد درويش مساء الخير يا فندم طيب لحد ما ييجي يعني الناقد الرياضي أحمد درويش اللي إحنا بنحاول إن إحنا نكون معاه أيضا على الهوى أنتم عارفين الناس كلها بتتابع المباراة وفي أي وقت حينضم لنا إن شاء الله نعرف منه تفاصيل كتير